اشتركوا في القناة القمر رح ينتقل الليلة ان شاء الله على برج السرطان في ساعة منتصف الليل فعشان هيك رح نذكر كأنه انتقل تماما رح يكون متواجد في منزلة النثرة وهي المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج اما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا رح نذكر الزاوية اللي هي قائمة حاليا او الحدث القائم حاليا اللي هو من الان من ساعة بث هذه الحلقة احنا في مرحلة خلو مسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 11 و35 دقيقة مساء اي عند منتصف الليل بتوقيت جرينيج وهذا يعني انه اي خطوة من الان لغاية منتصف الليل طبعا هي مستمرة من الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا اه طبعا في هاي الفترة هاي فترة نحسة فعشان هيك هاي الفترة بتعني انه الفترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهمة لتوقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وطبعا حكينا انه القمر رح يكون موجود في منزلة النترة ولما بيكون القمر موجود بالسرطان بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن ممكن يذرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية او فيه البوم صور مثلا او تذكارات او ذكريات او حتى اشياء مرت عليه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز اكبر لالتهام الطعام او رغبي لالتهام الطعام والتجديد او يعني نفسي في اكل معينة طريق الطبخ معينة تجربة اكل معينة علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا الزوايا اللي رح تتشكل ما بعد الاستقرار في السرطان اول زاوية رح تكون زاوية اقتران ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة وحدة وستة وعشرين دقيقة بعد الظهر وهي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير ما بين الزاويتين اللي رح تتشكل اللي زاوية اللي ذكرناها وفي زاوية بعدها في حدث رح يصير اللي هو تراجع اورانوس في برج الثور ورح يكون في تمام الساعة ثنتين وستة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بعد الظهر او قرابة العصر رح يتراجع اورانوس في برج الثور وتقريبا رح يتراجع في العشرية الاولى فقط ورح يستمر التراجع خمس شهور تقريبا اي لساعات صباح يوم 14-1-2021 وهذا التراجع بحدث كل عام لهذا الكوكب يعني كل سنة فيه له تراجع مش بنفس الوقت على حسب الوقت اللي بيكون يعني مشارله بالحسابات للتراجع وبما انه كوكب اورانوس له علاقة بالتغييرات والمفاجآت والثورات والتقنية والكهرباء والحواسيب ففي فترة التراجع بيكون له تأثيرات سلبية على امور معينة فبيزداد تمرد الافراد ضد اهاليهم ومجتمعهم وممكن تحدث بهاي الفترة انخلابات وطبعا مش دائما لانه على حسب الزوايا السلبية اللي بيشكلها فممكن هذا الامر ينحسب على هذا الموضوع بيزداد الناس من حولنا عدوانية وهذا اكيد اه ممكن نشعر برغبة في تحطيم ما هو قائم من قيم اعادات وعدم التقيد بالانظمة المرعية وهذا اكيد فترة التراجع بتضاء الانجازات في مجال التقنية وبما انه بيتراجع في الثور اه يعني فهذا الاشي له علاقة بالاوضاع البنكية او الابناك او الامور المالية او اضطرابات في اسواق البورصة او الاسهم او القيم او المضاربات ما بين سعر الدولار الورو بين الذهب بين النفط يعني الاشياء هاي كلها بصير فيها فوضى برضو الها تأثير على الاقتصاد او اشي له علاقة بالوضع الاقتصادي ولكن انا بشوف انه الوضع ما مندخل في موجة حرب اقتصادية احنا داخلين فيها اساسا ولكن مش بالصورة اللي هي بتسبب انهيار اقتصادي هذا الخوف طبعا بيجي في نهاية شهر 12 شهر واحد ممكن هاي الامور تصير طبعا على حسب الزوايا وعلى حسب التأثيرات ولكن حاليا هذه الامور مش موجودة موليد برج الثور هم اكثر المتضررين هم وخاصة موليد العشرية الاولى من موليد برج الثور يعني كل موليد برج الثور ولكن رح يركز الضرر على الاكثر او المفاجآت وخصوصا المفاجآت السلبية رح تكون على موليد العشرية الاولى من موليد برج الثور وموليد برج الدلو لانه هذا الكوكب الحاكم لبرجهم او كوكبهم فعشان هيك لما بتراجع صاحب التأثيرات برضو بكون موليد البرج اللي بيأثر عليه الكوكب يعني لما منحكي عطارة بتراجع منحكي على طول وين ما تراجع منحكي موليد الجوزاء والعدراء هم اكثر المتضررين غير اللي بتراجع عندهم فعشان هيك وهنا بتراجع في الثور منقول موليد برج الثور وخاصة موليد العشرية الاولى وموليد برج الدلو ككل لانه هذا يعتبر مكان حساس بالنسبة لقلهم وبما انه بتراجع في بيت الرابع لموليد برج الدلو فهو انا منقول لهم يعني زاوية تربيع مع برجكم يعني بمعنى اشي الو علاقة في البيت الو علاقة بالعائلة الو علاقة بالعقارات هاي النقاط اللي بتكونوا منتبهين منها بشكل كامل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر اورانوس رح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعتاشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم ستعاش ثمانية رح يكون في تمام الساعة احداعش وثمانية وخمسين دقيقة منتصف الليل وحتى اليوم التالي اللي هو يوم سبعتاش ثمانية حتى تمام الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت ديرينتش لا ينتقل القمر لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 11 وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة 20 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في السرطان حتى يوم 17 ثمانية المزاج سعيد عطارد في الاسد حتى يوم 20 ثمانية المزاج يعني نقدر نحكي انه سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل ليوم 9 تسعة المزاج منتحس بسبب الزوايا اللي بيشكلها مع الكواكب اللي موجودة في برج الجدي المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة المزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 واحد 2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 احداش المزاج اقرب للسعيد هو ممتزج ولكن هو اقرب للسعيد تاثيرات يعني نسبة النحوس احنا اذا بدأ قيمها كنسبة بعطي 12 فيلمية منتحس عشان هيك يمنحطه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اول اشي راح نحكي عن بيتك الاول بيت النفسية وبما انه القمر موجود بالسرطان صحيح سعيد ولكن انه بعمل زاوية تربيع معاك فعشان هيك بحدث بعض المشاكل عندك او بخلي مزاجك عصبي وحاد بخليك تصدر بعض القرارات او الفرامانات خلال هذا اليوم فعشان هيك بدك تنتبه من تقلب المزاج عندك حساسيتك العالية غضبك في لحظات معينة او اضطرابك بلحظات معينة ممكن تتور عصبيتك او تنفعل او تشد كثير بالكلام وممكن توجه انتقاد او يكون كلامك لاذع في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه اورانوس برضو بحدث بعض الاشياء المفاجئة اليوم على المستوى المالي اما رغبه بالمشتريات او الدفعات او الالتزامات او قلق على وضع مالي معين بدك تنتبه بشكل قوي جدا صحيح انه في منكم ممكن يحصل بعض المكاسب او يهتم ببعض الامور المالية ولكن انه اغلب موليد برج الحمل ممكن شوي يكون في عندهم ضغط على المستوى المالي او مفاجئات على المستوى المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها يعني برضو العصبية والحدية واضحة بدك تدير بالك اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك نقاشاتك اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع بتنهمك وفي امور اللي هصلها بالبيت والعائلة اهمش انك ما تحاول فرض وجهة نظرك على افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر من التصرف العدائي ما تخالف القوانين والارشادات ممكن تعاني من الارهاق النفسي وممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او كلام جارح اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة يعني عواطفك جيدة ممكن تحقق بعض النتائج او التواصل الجيد ما بينك وبين احد الاحبة او رابي بالتواصل ما بينك وبين ابنائك او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ممكن تحدث بعض المفاجآت على المستوى العمل ممكن تغييرات ممكن انجاز اعمال تكون مهمة او اهتمامات الها علاقة بالصحة او الرعاية او الرقابي او الاستشارة الصحية او العملية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن حاول انك ما تتحسس وما يكون لك ردات فعل اثناء التعامل مع الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالاموال المشتركة او امور الها علاقة بالعملة او بسوق المال او باشياء الها علاقة بالبنوك ضريبة تامين او حتى امور الها علاقة بالميراث او اشياء الها علاقة بصفقة تجارية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا برضو نقدر نحكي انها روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن ممكن تسمع خبر من الخارج او عن احد الاشخاص خارج البلاد او في بلد ثاني او اجنبي عنك او امور الها علاقة بشحنة او استيراد مواد او شراء اشياء عبر النت تتأخر او ما تصلك بالوقت المحدد او صير عليها بعض الاعطال اهم اشي اذا عندك امتحان جامعي او عندك مقابلة اذا تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضود نهائيا اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة منقول لك بدك تدير بالك اليوم حد شوي فعشان هيك فيه نوع من انواع الارتباك او التسرع في اتخاذ بعض القرارات ممكن تتلفظ ببعض الكلام الجارح اللي يسي لبعض الاشخاص دير بالك وبرضو ما تشوه سمعتك ما تجازف وما تغامر ما تدخل باي شيء ممكن يشوه سمعتك زي مخالفة القوانين مثلا او المشاكل اما بالنسبة الى وضع العمل فحاول انك تداوم في وقتك ما تتأخر وما تتغيب وخلي علاقتك جيدة مع زملائك ورؤسائك بالعمل والتزم بالتعليمات والقوانين اما بالنسبة الى بيتك 11 فالاجواء تقريبا جيدة ممكن يتوجه لك دعوة الى حضور حفلة او مناسبة او لقاء او تسعد بلقاء اصدقاء او لقاء عائلة ولكن يكون شوي في بعض الاصدقاء او المعارف يعني يكون في مناسبة معينة فعشان هيك الاجواء حافلة حاول انك انت تندمج مع اللي حواليك او تندمج مع علاقاتك الاجواء ممكن تساعدك بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت 12 فطبعا منحكي عن نبتن اللي بزرع بعض المخاوف او التردد او التقلب في المزاج فعشان هيك يحاولوا قدر الامكان انك تشحنوا حالك بطاقة ايجابية حاولوا تبعدوا عن الوساوس قدر الامكان ما تهمل عملك ما تتأخر عن دوامك زي ما حكينا ما تأجل اعمالك ليوم ثاني راقب وضعك الصحي ممكن اليوم يعني تقلق على مسألة إلها علاقة بصحتك او صحة احد الاحبة برج الثور طبعا القمر بما انه موجود في البيت الثالث وورانوس بده يبدأ يتراجع اليوم رح يعطيك شوية سلبية فعشان هيك اليوم بتكون نشط كثير ولكن بدك تنتبه اثناء تحركاتك من الاصابات او من بعض الانزعاج او التقلب او احداث تظهر بشكل مفاجئ تأثر على مزاجك فما تقدر تمسك حالك فيصير عندك انفعال او ردات فعل عصبية يعني بدك تحكم النقطة هاي لانها اكثر نقطة حساسة يعني ممكن يظهر موضوع نقاش حوار حد يدخل في شؤون حياتك حد يفرض رأيه عليك حد يخالفك في الرأي فسهل جدا انك انت ما تتقبل الامور ويكون لك ردات فعل سلبية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى الامور المالية شوي فيها بعض الامور المربكة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد على الوضع المالي ما في داعي للمصاريف ولا للاشياء اللي فيها بدخ حاول تركز بشكل جيد ابتعد عن اي شيء بتعلق بالمشتريات الغير ضروري ممكن تظهر لك بعض المصاريف المفاجئة اللي الها علاقة بوضع بيت او وضع الاعلاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت الثالث فبتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات كنوا اكثر صبر على الطرقات هاي الفترة مناسبة لاجتياز امتحام عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون اثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة الفترة هاي ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة الانشغالات والاتصالات والحركة اما بالنسبة للبيت الرابع فبنقول للاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية وبتدعمك بشكل يعني ما بنا نحكي جيد كثير لانه في بعض الاشياء اللي رح تظهر على مستوى البيت يعني ممكن تكون مربكة فعشان هيك يحاول قدر الامكان انك انت ترتب الوضع المنزلي بشكل جيد ممكن اعطال ممكن مشاكل ممكن نقاش ممكن حوار ممكن خلاف بوجهات النظر او اختلاف بوجهات النظر يسبب نوع من انواع المشاكل العائلية اشحن حالك بطاقة ايجابية وابعد عن التوترات قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي منقدر نحكي انها ايجابية شوي اليوم ترغب للقاء الاحباء او الحوار معهم او الخروج او تغيير جو او ممارسة هواية معينة ممكن يعني شوي تطلع على بعض الامور الفكرية او تهتم ببعض الامور اللي لها علاقة بالتجميل او الديكور او الترتيبات الخاصة راح يكون لكو تعامل جيد ما بينكو بين ابنائكو او ما بينكو بين احد الوالدين ولكن حاول انه في لحظات المشاحنات ما تكون عصبي وعاطفي زيادة عن اللزوم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي حاول انك ما تجهد حالك حاول انك تنجز اعمالك برضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ولكن اجمالا الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية ممكن تحققها على مستوى عمل او على مستوى صحة اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الاجواء تقريبا جيدة يعني اليوم في نوع من انواع التناغم او التفاهم ما بينك وبين الشريك ممكن تتفقوا على مسألة معينة او تتحاوروا في موضوع معين اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء معني شوي بتضغط على بعض الامور المالية او الاموال المشتركة او اموال الزوج ممكن نقاش او حوار او مسائلة على مسألة مالية معينة تسبب لك نوع من انواع التوتر والعصبية اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بدك تحذر اثناء تنقلاتك وحواراتك ونقاشاتك بدك تحاول تمسك عصابك وخصوصا اذا تلقيت اتصال من خارج البلاد او من شخص اجنبي او حوار مع مؤسسة كبيرة مثلا يعني مؤسسة تعليمية او مؤسسة تتعلق بامور الاستيراد والتصدير او المسائل العلمية او البحثية او التكنولوجيا حاول تضبط عصابك ان ظهر خلاف على مستوى هاي المسائل اثناء الاوراق القانونية والمعاولات ما تفقد صبرك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة يعني شوي فيها نوع من انواع التوتر فعشان هيك ما تنفعل وما تعصب ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين خلال هذا اليوم يعني حاول انك انت تلتزم بعملك تنجز اعمالك بوقتها حاول ما تخوض مجازفات او حوارات حادة ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل او مع شخصية مهمة اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء تقريبا جيدة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء ممكن تسعد بلقاء عائلي او لقاء مع الاصدقاء او حوار او رفقة معينة او مثلا يعني في نشاط اجتماعي جيد اما بالنسبة لبيتك 12 فهنا منقول لك تدير بالك خصوصا على عملك على انجازاتك على علاقاتك في مكان العمل وانتبه لصحتك من بعض التقلبات ومن بعض الاشخاص اللي ممكن يحاولوا يحشروا حالهم في حياتك او يدخلوا في حياتك فهي تسبب لك نوع من انواع الازعاج برج الجوزاء طبعا بما ان القمر رح يكون موجود اليوم في البيت الثاني معناته البيت الاول يعني شوي ما بعطي القوة او الهالي الكبيري نفسيتك احسن من الايام الماضي مشحون بطاقة ولكن برضو في تقلبات بالمزاج لانه مكان القمر مش المكان المناسب بالنسبة للك ولكن انه برضو احسن من الايام الماضي يعني ممكن ترغب بالتحرك او باتصالات او حوارات ولكن ما تفقد الحماسة وما تتردد وما تشك بقدراتك اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بعود له او يحصل على هدية اهمش انكم تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض وممكن تحصل على تسوية اللي انت بتحلم فيها هاي الفترة بتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء برر عن مواقفك ووضح اي سوء تفاهم ممكن يكون خلال الفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الاجواء مش كثير فعشان هيك في عصبية في حدية في تسرع بالكلام تسرع بالردات الفعل تسرع في يعني بحكم العصبية فممكن اي واحد يسألك سؤال تكون معصب فجوابك يكون على راس لسانك ولكن يكون لاذع وجارح بدك تنتبه انه الاشخاص اللي حواليك حساسين الفترة هاي وممكن يفهموك بشكل سلبي وغلط وممكن انه تحدث خلاف او نقاش حاد ركز بشكل جيد اثناء تنقلاتك اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا ايجابية ما فيه اي شيء سلبي الاجواء مساعدة لعلك على الجو العائلي او اللقاء العائلي او حوار او مسألة معينة ممكن يعني يكون فيه نوع من انواع الاطراء او الثناء على بعض المسائل او انت تنشط ببعض المسائل البيتية او العائلية زي لقاء مثلا تصليح ترميم اجار بيت مثلا انجاز بعض الاعمال والمهام اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا لسه ما وصلت لحدها او لا اوجها يعني ما زال فيه نوع من انواع التقلبات يعني تتعمل على حسب طبيعتك على حسب روتين حياتك ما فيه اي شي لا ايجابي ولا سلبي بالفترة هاي اهم اشي انك تنجز امورك بشكل جيد وتخلي فيه نوع من انواع التواصل الجيد ما بينك وبين الاحبة ما تفكر في الخروج والنزوات بالفترة هاي الا اذا كانت مشاوير ممكن نوع من انواع الترفي ممكن تعمل ولكن نزوة دير بالك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى العمل فممكن اليوم تهتم بمسائل الها علاقة بالعمل او مقابلة او تقديم طلبات او اهتمامات تكون لصالحك لهم انك تركز بشكل جيد بالفترة هاي على اعمالك او انجازاتك وبرضو تهتم بوضعك الصحي اللي ممكن تشعر ببعض الاختلال او نوع من انواع التعب او التوتر العصبي اما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الاجواء مروتينية على مستوى بيت الشراكة ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا خلال هذا اليوم يعني ما فيها الشيء القوي ولكن ممكن تستأ او تتحسس من تصرف معين فاحذر ردات الفعل السلبية اما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بيضغط عليك على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة يعني اموال جمعية اموال القرض اموال الزوج اموال الزوجي اموال محطوطة عندك امانة يعني هاي الاموال ممكن يصير خلاف عليها او نقاش عليها او ما تحسن التصرف فيها فيعني شوي يصير فيه نوع من انواع المسائلة او المكاشفة او رفض الطلب اللي انت بتطلبه وخصوصا اللي فيه بينك وبينه امور مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها برضو روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي عادي نشاطاتك واتصالاتك وحواراتك مع اشخاص خارج البلاد او اجانب او مؤسسات بتكون طبيعية على طبيعتك وخصوصا على مستوى المؤسسات التعليمية ممكن يكون لك يعني شوي بعضكو عنده مقابلة او حوار اهمش انك تركز بشكل جيد اذا كان عندك مقابلة او امتحان او نقاش او حوار بدك تركز وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة صحيح انه فيه نوع من انواع السلبية فعشان هيك منقولك ما تغامر وما تجازف وما تخالف القوانين ممكن تقدم لها عمل او تراجع على امور العمل ولكن برضو منقولك ما تدخل باي خلفات او استياء من تصرفات زملائك او رؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم حاول انك ما تستاء اثناء لقاء عائلي او لقاء اجتماعي او لقاء بجمعك بالاصدقاء يعني بمعنى ممكن يتوجه لك دعوة او تروح زيارة فشخص يتكلم كلام يسيلك فيه حاول تضبط عصابك اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء برضو تحدث بعض الاشياء المفاجعة على مستوى العمل او على مستوى الصحة بدك تكون حذر تماما برج السرطان طبعا بما ان القمر صار موجود عندكم في البيت الاول وهو طبعا رح يكون سعيد والفترة هاي فاليوم رح تكونوا مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم فترتفع المعنويات والاجواء واعدة بحسم ايجابي او انطلاق لعمل او صفحة جديدة تحمل هاي الفترة تقدم واخبار جديدة بتعيد لك النشاط لحياتك اليومية تعتبر هذا اليوم تحديدا من افضل ايام الشهر بالنسبة لا اليك اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء برضو داعم لا اليك بسبب الشمس وعطارد فعشان هيك اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية او الامور المالية اللي تظهر على الساحة بتدعم من وضعك المالي او ممكن تحصل بعض المكاسب المالية او الاهتمامات المالية ممكن يجيك دعم معين او هبة او مساعدة او استرداد بعض الحقوق اللي لا اليك ولكن حاول انك تنتبه من المصاريف الزائدة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة جدا وتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديها عالية جدا وقدرة على الاقناع عالية جدا برضو اللي عنده امتحان او مقابلة يعني رح يبدع خلال هذا النهار اهم مش انك تركز بشكل جيد وما تفقد ثقة في نفسك حاول انك يعني تغامر اليوم لانه ما اسمها تهور بالعكس انت يعني جاهز لانك تحقق انجازات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية على مستوى البيت ما فيه اي مشاكل او حدية ولكن ممكن بعضك يظهر على حسب طوالعك يعني تظهر بعض الخلافات او النقاشات ولكن البرج رح يعدل المزاج عندك ويخليك تتجاوزها بدون لا حدية ولا عصبية ولا انفعال يعني تقريبا الاجواء منحكي انها جيدة على مستوى البيت ما مش جيدة جدا جيدة فعشان هيك خلي اهتماماتك البيتية نقول انها تكون بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت الخامس فهنا منقول لك الاجواء داعملة لك على المستوى العاطفي او اثناء تعاملك مع الاحبة او حتى بلقاءات تجمعك بالاحبة اليوم الاجواء ممتازة جدا ممكن تسعد بلقاء الحبيب او باتصال او بمصالحة او بكلام يعني يكون من الكلام اللي انت بتسعد لاستماعه اما بالنسبة الى البيت السادس يعني هنا شوي بدك تكون حذر ما زالت الاجواء فيها بعض الضغوطات فعشان هيك بدك تنتبه لا عملك ما في اي خوف ولكن بدك تنتبه انه ما يتراكم العمل ما يتأجل ما يتأخر وفي نفس اللحظة رأى كرر المحاولة مرة ثانية اهم شي انه برضو تنتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات او من بعض المشاكل اللي ممكن تظهر على الساحة بشكل مفاجئ اما بالنسبة البيت السابع هنا بدي اخذ نفس طويل وتاخده نفس طويل لانه ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الحدية والتوتر فعشان هيك حاولوا تبعدوا عن الخلافات والنقاشات او الحوارات الجافة او اللي فيها تصلوا برأي اثناء تعاملكم مع شركاء المال او ما بينكم بين الازواج شركاء العاطفة اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء تقريبا منقدر نحكينها ايجابية ممكن تحققه بعض الامور اللي لها علاقة بالاموال المشتركة او الاهتمامات بالاموال المشتركة او قرض ما او مساعدة او امور لا تحصيل بعض الامور او الاهتمام باموال الزوج او الزوجة او ترتيب وضع حسابي معين او جدول الديون اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا دعمل اليك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بالقانون بالقانون اوراق القانونية معاملات اتصالات مع رجال لهم علاقة بمؤسسات تعليمية او قانونية يعني الفترة هاي بتحمل هاي المسائل يعني فيها نوع من انواع الاهتمام والامور اذا تحركت فيها بتكون لصالحك ودعملها اليك برضو اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قللك هذا بدك تنتبه تماما ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا للمخالفات يعني ما تخالف القوانين نهائيا ما تحاول انك تغامر بالفترة هاي ما تدخل بخلافات او نقاشات او حوارات حدي ما بينك وبين زملائك او روسائك بالعمل حاول تنجز اعمالك بوقتها ما تتغيب وما تتأخر لانه الجو شوي في نوع من انواع الحدية اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة بشكل مفاجئ فممكن يعني تسعد بلقاء الاصدقاء او حوار معين وممكن للعكس تنزعج من لقاء معين او حوار او كلام ممكن يكون مش بمكانه فتنزعج منه او تنزعج من احد الاصدقاء او من احد الحضور بدك تكون حذر من ردات فعلك اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء برضو جيدة ودعملة اليك على مستوى العمل والصحة ولكن ممكن تقلق بشاء صحة احد الاحبة او تتوتر بشاء مسألي من اللي احنا ذكرناها برج الاسد برج الاسد طبعا بالنسبة لما وليد برج الاسد بدهم يكونوا حذرين ومنتبهين بشكل كبير الفترة هاي لانه اولا بما ان القمر موجود في بيت المتاعب صحيح ان الشمس عندكم اصبح يعمل زوايا ايجابية هوه وعطارد ولكن موجود القمر لحاله في بيت المتاعب بيأثر على مشاعركم بيخليكم حساسين او حساسون بيخلي ردات الفعل السلبية او تتحسسوا من اي موقف او كلبي فيكون لكم ردة فعل فعشان هيك بتكون تحاولوا قدر الامكان تضبطوا عصابكم من التوترات والتقلبات وتتهيأ لبعض الامور اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ او انه يعني تكون مخيبة للامال اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى المالي بس مش ايجابية مطلقة يعني جيد شيئا ما ممكن تهتم ببعض المسائل المادية او تجد مخرج او حل وضع مالي معين او تحصل على دعم او مساعدة او هبة او هدية بالفترة ولكن يعني كاعمال ما اعتقدش انه الاجواء ممكن يكون نسبة كبيرة من موليد برج الاسد اللي ممكن يحصلوا من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم في هاي الفترة اما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بتكون تنتبهوا من عصبيتكم وحدتكم ردات فعلكم اثناء تنقلاتكم اثناء حركتكم من التشتت او عدم التركيز او التهور في بعض المسائل فعشان هيك بتكونوا محتاطين من ردات الفعل برضو اذا كان عندك انتحان او مقابلة حاول انك تدرس وتستعد بشكل جيد ما في داعي للمغامرات بالفترة هاي ولا للعصبية ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية لانه انت اليوم ممكن انه تفضل انك تظلك في البيت ما تطلع يعني حتى تعتذر او تتغيب عن الحاضرين بالفترة هاي يعني تحاول انك انت تظلك في مكان منعزل الاجواء تقريبا في البيت هادية ما فيه اي شيء ممكن تظهر بعض الامور اللي لها علاقة بخبر بموضوع بجمع لقاء موضوع عائلي بتناقش فيه انت او اهتمامات الها علاقة في البيت او في عقار او تصليحات من هذا النوع اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي على المستوى العاطفي مش قوية كثير يعني بتتواصل بحسب قدراتك حسب امكانياتك بدون انفعلات بدون عصبية تمشي الامور بشكل جيد يعني يعتبر يوم من الايام اللي انت ممكن تقول يعني مشت بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدنا نحذرك من امور الليها علاقة بالعمل الليها علاقة بالصحة دير بالك على عملك دير بالك على دوامك دير بالك على شغلك انجز اعمالك بوقتها ما تخلي اعمالك تتراكم ما تتراخى وما تتكاسل وركز اما بالنسبة للوضع الصحي فهو بحاجة للرعاية بالفترة هاي من بعض التقلبات او التطورات اللي بحاجة لمراجعة الطبيب اذا شعرت بشيء غير اعتيادي او يعني بشعور غريب او ممكن انه انت اذا عندك مرض مزمن تعرف حالك لحالك بتشخص اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي فيها وما فيها ولكن اجمالا حاول انك ما تستاء وما تشحن حالك بطاقة سلبية ما تعصد ما تنفعل تناقش بهدوء خلي تعاملك ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج والزوجي بدون عنادة بدون عصبية بدون تزمت بدون اصدار قرارات بالفترة هاي بتمشي الامور ما بينكم بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثامن فالفترة هاي ممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة او امور الها علاقة بمصاريف او متطلبات او رغبة بمشتريات لشيء معين او مساعدة مالية معينة او طلب قرض معين يعني ممكن هاي الاهتمامات تكون على هاي المسألة في منكو رح يحقق هاي الانجازات ولكن الاغلب رح يتم اما الرفض او التأجيل او يكون موعود بشيء فيبوء بالفشل في اخر لحظة او يخذلك احد الاشخاص اللي كان وعدك في هاي المسألة في اخر لحظة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ما زالت فيها نوع من انواع التوترات ولكن اجمالا منقول لك يعني بس اذا كان عندك امتحان او كان عندك موضوع علمي او مثلا سفر على شوارع مفتوحة كون حذر حذر عند امتحانك بدك تكون دارس ومستعد اثناء تنقلاتك بدك تكون حذر يعني افحص سيارتك شوف اغراضك اللي انت بدك تاخذها معك ممكن تنسى منها اشياء مهمة ممكن يصير فيه تعطلات مفاجئة فعشان هيك يبدك تكون مركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقول انه الاجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة اليوم ممكن تظهر بعض الاشياء المفاجئة يعني فجأة هيك يتخليك اما تعصب او تحتد او اشياء ممكن انه تتهم في مسألة معينة او نقد معين على مستوى بيت السمعة او تجرح في كلمة معينة حاول انك تضبط اعصابك انجز اعمالك خلي علاقتك ما بينك وبين زملائك والعمل يعني جيدة اما بالنسبة للبيتك 11 فليوم الوضع الاجتماعي تقريبا انت مش حابب تخوض مجالات كثيرة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن ممكن انك ترفض انت الذهاب او تهجلها او تتعذر من الموضوع هذا او يعني شوي تحط بعض الاعذار اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا هو القمر موجود فيه فبسيطر التعب عليكم انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل او التعب الصحي خلال هاي الفترة ممكن تفشل اعمالك في حصد النجاح ويخيب املك لتأجيل او اللغاء في اللحظة الاخيرة برج العذراء طبعا بتكون تحاولوا بالفترة هاي تنجزوا كل اشي بتقدروا عليه يعني حاولوا تستغلوا الفترة هاي بشكل ايجابي لانه زي ما حكينا كمان يومين القمر رح ينتقل للأسد يعني بيت متاعبكم فرح تكون هاي فترة ضاغطة جدا وخصوصا انه الشمس وعطارد وبرضو القمر ثلاثة موجودات في بيت المتاعب فهدولا رح يحدثوا اشياء مفاجئة واشياء ممكن انها تكون صعبة فعشان قبل ما نوصل لهاي الايام اللي هي خاتمة الضغط احنا بنسميها لانه بعديها الاجواء رح تصير تتحسن بشكل ملحوظ على جميع موليد برج العذراء ولكن انه قبل ما نصل للمرحلة هاي حاول انك تنجز كل اعمالك بشكل جيد اليوم نفسيتك يعني احسن وعندك رغب اليوم للتعاون او للمساعدة على انجاز بعض الامور او تبادر بعض الاشخاص لمساعدتك في مسألة معينة يعني تكون لمصلحتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية على بعض المسائل اللي له علاقة بالامور المالية فممكن تحقق بعض المكاسب او الاهتمامات او اموال تجيك او نوع من انواع الدعم او المساعد يعني اجواء تقريبا على الوضع المالي ايجابي اليوم هاد وفي بعض الاشياء المطمئنة لا اليك اما بالنسبة للبيت الثالث يعني الاجواء تقريبا حد شوي على مستوى تنقلاتك وعصبيتك وردات فعلك ركز اثناء تنقلاتك اثناء قيادتك للسيارة اذا عندك امتحان او عندك مقابلة بدك تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك تعامل مع اخ اوجار خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا يعني فيها نوع من انواع هيك الاستياء او الضغط او يعني التقلب بالمزاج على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الاعطال بعض الاهتمامات بعض النقاشات الحوارات اللي ممكن تكون حد شوي فعشان هيك حاول انك تضبط اعصابك حاول تنجزها بوقتها حاول انك ما تب من الفجوي ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فابدك تكونوا حذرين جدا لانه اول اشي احنا حكينا عن برج الجدي بشكل زوايا سلبي وخصوصا الموليد العشرية الثالثة اذولا بدهم يديروا بالهم اثناء تعاملهم مع الاحبة مع ابنائهم مع والديهم حاولوا ما تعصبوا ما تنفعلوا ما تحتدوا ما تصدروا قرارات ممكن من خلالها تخسروا الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي فيها بعض الايجابية بعض الايجابية على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بمساعدة اشخاص او بعمل مشترك ولكن على المستوى الصحي يعني جيد شوي بس انه بدك بعض الرقابة او المتابعة اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة يعني تقريبا الاجواء منقدر نحكي انه ما بينه وبين زي اللي بتصيده لبعض يعني انا بستنى فيك تغلط وانا بستنى فيك تغلط انا بستنى فيك يعني فترة ترقب لا اشي جاي ولكن ما في شيء من عندك انت بخوف الا اذا انت اتخذت القرارات المتسرعة اللي ممكن تحدث خلاف او مشكلة اما بالنسبة لبيتك الثامن فالاجواء حادة على مستوى الاموال المشتركة حاول انه اليوم تضبط اعصابك خصوصا اذا توجه لك سؤال او مكاشفي او يعني وان راحة مصاريك وان راحة فلوسك وان صرفتها وان عملتها خصوصا اذا كانت هاي اموال الشريك يعني اموال الزوج او الزوجي او اموال شخص يعني وضعها عندك اماني او مشروع مشترك حاول اذا كان في عقد او موضوع مالي حاول تدرسه بشكل جيد ما تنفعل وما تتهور وما تتسرع ودرسه اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم في اشي الو علاقة بمفاجأة المفاجأة هاي راح تكون على مستوى تعليمي او مستوى دراسي على مستوى اجانب على مستوى اشخاص خارج البلاد على مستوى وراء قانونية او معاملات او قضايا يعني في حدث راح يصير مع اغلب موليد برج العذراء الو علاقة في البيت التاسع فعشان هيك بتكونوا متهيئين لهذا الموضوع وبرضو تضبطوا اعصابكم لانه ردات الفعل ممكن شوية تكون حادة في بعض الاشخاص او بعض موليد برج العذراء اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى بيت السمعة يعني بتعززوا من سمعتكم من علاقاتكم من حواراتكم نشطكم جيد ممكن تتعاون ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل لانجاز بعض المواضيع بشكل جيد وهذا الاشي راح يدعمك ويساعدك في كثير من المسائل اما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بنقولك بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لاصدقاء ومنكم ممكن شارك في مناسبة سعيدة تجنبوا انتقاد احدهم بناسبة العمل مع مجموعة من الزملاء او الاهل انت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الاخرين للك وتحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل اما بالنسبة لبيتك 12 فحكينا انه يكفي الشمس وعطارد والضغط اللي موجود فهدولة الحال هم معروفة على مستوى العمل على مستوى الصحة وعلى صحة احد الاحبة مرج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم شوي الجو مش حليف للكم بشكل كبير لكن برضو مش عندكو نوع من انواع ثقة بالنفس عندكو مش حنين بطاقة بتقدروا تستغلوها بشكل ايجابي ابعدوا عن الاكتئاب ابعدوا عن الضغط النفسي ابعدوا عن التشوش الفكري حاولوا انكو تحتكوا في المجتمع اكثر باصدقائكم تخرج لملاقات الناس الاجواء بتدعمك شوي وبرضو بتساعدك في بعض الامور ولكن بدون انفعالات وبدون عصبية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ما فيها اي مشاكل على المستوى المالي فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب او بعض الاهتمامات المالية او ترتب وضع مالي معين ولكن دير بالك من البذخ او المصاريف للزيادة او امور الها علاقة بترتيبات مالية معينة بدك تكون حذر منها ما في داعي للانفعال ولا داعي للمغامرة او المجازفة المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضاغطة ما زال فيها نوع من انواع التوتر او تحمل لك نوع من انواع التقلب بالمزاج في لحظات ممكن تعصب في لحظات او تستاء من تصرف ما حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية حاول انك تتحرك وعمل اتصالاتك بدون ما تجازف او بدون ما تعصل برضو في نفس اللحظة رتب امور الها علاقة بامتحان او مقابلة او مناقشة ما تعتمد على الحضوض فيها وبرضو في نفس اللحظة خلي في نوع من انواع المرونة في التعامل اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ضاغطة اليوم ممكن حدث او خبر او موضوع عائلي شوي خليك تستاء او تحتد او تتقلب في مزاجك او يصدر بعض الردات الفعل السلبية او ممكن الامر هذا الو علاقة بامر عائلي او اعطال مثلا او اهتمامات منزلية او عائلية او موضوع بتعلق في احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا منحكي على المستوى العاطفي معني مش ايجابية كثير ومش سلبية كثير ولكن فيها نوع من انواع التواصل العاطفي او الاهتمام العاطفي بيكون ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين ممكن رغبة او عواطفك تكون جياشي او تكون حساس عاطفي زيادة عن اللزوم خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى العمل ولكن الاهم انك ما تخلي اعمالك تتراكم ما تحاول انك تبالغ بالاعمال هاي يعني ما تحمل اكثر من عمل مع بعض راقب وضعك راقب عملك راقب تحركاتك بشكل جيد ايه برضو على الوضع الصحي ممكن يحدث بعض الاشياء المفاجئة بدك تنتبه وما تتوسوس برضو للامور الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الاجواء فيها نوع من انواع ضغط اثناء تعامل مع الشريك او مع الزوج كان الموضوع انه يعني في حد بيستنى في الثاني عشان يتشاور معا او يتناقش معا او يتحاور معا الاجواء مش مناسبة للعدائية او لتكبير الامور او للصدامات او النقاشات برضو راقب بعض التقلبات واللي عنده قضية قضائية او موضوع قضائي او ظهور بعض الامور القضائية بالفترة هاي بتكون تهتموا فيها بشكل كامل ما تهملوها لانه ممكن تتطور الامور وتتسجل ضدك مش لصالحك حتى ولو الحق معك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع المفاجآت على مستوى الاموال المشتركة فممكن تظهر بعض المسائل المالية او المطالبات المالية او امور الها علاقة بضريبة قرض بنك اموال الشريك اموال الزوج يعني ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوية تسبب لك نوع من انواع الارباك اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن تنشطوا بامور الها علاقة بالاتصالات او الحوارات مع اشخاص خارج البلاد او اجانب او مراسلات مثلا او امور لمؤسسات تعليمية او ثقافية او دراسة او امتحان او مقابلة تهتموا فيها بشكل كثير ولكن اذا كان عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحض اما بالنسبة الى البيت العاشر فهونا بتتركز جهودكم على عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم هاي اليوم هذا مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعروا وكأنه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف معك او بيتعاون معك ما تخشى المواجهة او المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق والتوتر اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تسعد بلقاء الاصدقاء او جمعة مثلا او يعني يكون فيه اشي له علاقة بمناسبة معينة بتكون انت طرف من اما الحضور او الموضوع بكون عندك انت وقريب منك كثير اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء على مستوى بيت المتاعب يعني بلشت شوي تتحرك باتجاهك فعشان هيك منقول لك ركز على عملك وركز على وضعك الصحي ولكن بدون وسواز زي ما حكينا وبرضو في نفس اللحظة الفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق على صحتك او على صحة احد الاحبة برج العقرب طبعا الاجواء اليوم حليفة يعني بتدعمك بشكل جيد عندك حيوية عالية عندك رغبة للانطلاق والتحرك كبير فعشان هيك اليوم رح يكون لك بعض الاهتمامات الجيدة ممكن تنجز او تحقق بعض الاشياء بشكل ايجابي نفسيتك نشطة وبرضو عندك حيوية عالية جدا حتى الجنس الاخر ممكن انت تلفت انتباههم او يعني يكون لهم بعض التعامل معك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي بتدفعك للمصاريف او للقلق المالي او للتوتر بسبب مسألة مالية او يمكن انزعاج من مسألة مالية ممكن مصاريف زيادة ممكن فواتير ممكن مطالبات ممكن وضع قادم انت خايف منه اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة ودعميتك على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والتواصل والرغبة الاجتماعية الجامحة اللي بتقارب او بتقرب ما بينك وبين الافراد اللي حواليك تقدر تقرأ اي شخص وتحلل اي شخص بالفترة هاي برضو ممكن يكون الحدس عندك عالي جدا اللي عنده امتحان او مقابلة ممكن ينشط بشكل كبير وفي منك ورح يهتم بيومور الها علاقة بالسيارة او بالتليفون او بالاتصالات بكل معناها وتعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت يعني شوي فيها نوع من انواع توتر هيك او قلق من مسألة معينة او انزعاج من تصرف معين صحيح انها ممكن تحمل لك خبر او معلومة او اهتمام عائلي ولكن في لحظات ممكن تكون الامور معاكسة او بتحمل لك بعض السلبية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الاجواء جيدة بتجمع ما بينك وبين الحبيب فممكن تتلاقى انتو الحبيب بمسألة معينة او ممكن اهتمام معين او يعني فرحة معينة فالاهتمامات تقريبا نقول انها جيدة ودعمة بشكل قوي بالنسبة لا اليك اما بالنسبة للبيت السادس فهنا منقول لك بدك تراعي وضعك الصحي وتراعي عملك فما تخلي اعمالك تتراكم ما تهمل عمل معين ما تهمل انجازاتك حاول انك ما تحمل اكثر من عمل مع بعض انجز عمل وبعدين انتقل للاخر برضو ما تدخل باي خلافات او نقاشات بتتعلق في مكان العمل وبرضو اهتم بوضعك الصحي من بعض الاثار او التقلبات او الاحداث اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ صحيا اما بالنسبة للبيت السابع فهنا منقول لك دير بالك من خلاف او نقاش او حدية بالطباع على مستوى امور لها علاقة بالشراكة يعني ما بينك وبين الزوج او الزوجة انتبهوا الاجواء الان مشحونة شوي وهي بتسبب بعض الخلافات المفاجئة او ردات الفعل السلبية اللي ممكن تتطور حاولوا قدر الامكان بدون تمرد وبدون كسر قيود انك يعني هسه اجي تبدك تكحلها فبلاش تعورها اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الاموال المشتركة او مراقبة وضع مالي معين او اهتمام بمسأل مالي معين عشان هيك يبدك ترتب الامور بشكل جيد ما في داعي للقلق ما في داعي للتوتر الاجواء لحالها بتتحسن تلقائيا ولكن حاول انك انت اتركزها وترتبها بشكل جيد على مستوى اموال مشتركة على مستوى امور قروض ديون التزامات مالية كلها هاي بتترتب ولكن بدها اعادة المحاولة اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا رح تنشط في امور الها علاقة بالسفر او اشخاص خارج البلاد او اجانب او اتصالات بعيدة اهمش انك تكونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش اجمل اللحظات واكثرها حض ممكن تختفي المنافسات والعدوات وتسهل جميع تحركاتك او تسهل جميع تحركاتك اهم اشي انك ما تقف ساكن حاول انك تتحرك اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقول بيت السمعة الاجواء جيدة وبتدعمك ممكن اتعزز سمعتك وممكن تسمع نوع من الاطراء او المكافأة او نوع من انواع التكريم بالفترة هاي او عمل جديد او ينفتح لك مجال لعمل جديد وممكن تطور علاقتك ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل لدرجة انه ممكن يكون لك ترفيع او خبر صار اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او زيارة مثلا او تعاون ما بينك وبين اشخاص او يعني لقاء معين او يعني اشياء اجتماعية بتكون سارة وممكن تحدث بعض التغييرات عندك او تكون نفسيتك مرتاحة او تكون متألق في هذا المكان اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء ما فيها اي خوف عليك فعشان هيك يعني ممكن تنجز اعمالك بشكل جيد ولكن بدك تهتم انه ما تراكم اعمالك ما تخلي الاعمال هاي تتأجل وبرضو اهتم اذا شعرت بايشي غير اعتيادي راجع طبيبك ممكن تحمل قلق على صحتك او على صحة احد الاحبة برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء ماشي احسن من الايام الماضية ولكن لسه ما وصلت لمرحلة قوية لما يوصل القمر لبرج الاسد هي الفترة اللي رح تكون مناسبة للكم وتكون يعني معوضة للفترة الماضية يعني بتشحنكوا الطاقة بتحققوا بعض الانجازات صحيح ان المزاج احسن من الايام الماضية في بعض التوترات ولكن انه اجمالا الاجواء احسن شيئا ما من الايام اللي مضت اللي كان فيها نوع من انواع الحدية او التقلب المزاج او الانفعال في بعض الامور اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا ضاغطة على المستوى المالي يعني في شيء له علاقة بالوضع المالي مربك او احداث او مصاريف او انشغال او قلق من مسألة مالية معينة اهم اش انكوا تبعدوا عن المصاريف لزيادة ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات المالية يعني شوي ممكن تنجروا لبعض المصاريف الاضطرارية بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا برضو فيها نوع من انواع الحدية بالطباع اثناء التواصل او الاتصالات او النقاشات او الحوارات اضبطوا اعصابك وقدر الامكان ما في داعي لتوجيه كلمات جارحة او مؤذية لبعض الاشخاص في منك رح يهتم ببعض المسال اللي لها علاقة بسيارة او بامتحان او بجهاز هاتف او باحد الاخوة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى البيت هدت الاوضاع شوي صحيح في نوع من انواع القلق ولكن ان الاجواء تقريبا مسيطرة عليها يعني ممكن اهتمامات بيتية بشكل روتيني او اهتمامات عائلية في مسألة معينة ممكن يظهر حوار او نقاش او مسألة معينة ولكن انت رح تتجاوزها ما رح تتير يعني تركز عليها بالفترة هاي يعني عندك قدرة على السيطرة على انفعلاتك وعصبيتك اما بالنسبة للبيت الخامس فهون على المستوى العاطفي شوي ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط او التقلبات او التطور بمرحلة شوي صعبة ممكن ذكريات ممكن تتذكر موقف معين ممكن ظهور حبيب بالفترة هاي قديم او انت تتذكر حبيب قديم تستاء من بعض التصرفات او يصير عندك رغبة للانتقام او لا اذيته فحاول قدر الامكان انك تمسك حالك عن هاي الامور ما تخلي هاي الافكار تركز عليك وبرضو في نفس اللحظة ركز بحياتك انت وبعاطفتك انت ما في داعي للانفعال ولا للتهور بامور الها علاقة بالنزوات او بالمغامرات اما بالنسبة للبيت السادس ممكن تظهر اليوم بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل تيجي بشكل مفاجئ فعشان هيك ممكن تحتد او تعصب او مثلا تخطئ اثناء انجاز عمل معين فبدك تحاول قدر الامكان انك تركز بعملك ما تهمل اي شيء وبرضو اتركز بوضعك الصحي اللي ممكن تظهر بعض المسائل اما في داعي للخوف او للوسواس ولكن بدها بعض الاهتمام اما بالنسبة للبيت السابع يعني الاجواء روتينية يعني بتتعاملوا ما بينك وبين شركائكم او ازواجكم بشكل روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ما في اي شيء بخوف او بسبب قلق عند اغلب موليد برج القوس يعني تقريبا الاجواء شبه اعتيادية اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر الشراكة او تعويب اهم اشي انك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الاوضاع او لاعادة بعض الامور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن يتعالج موضوع مالي او موضوع اداري اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم انت نشط باتصالاتك الخارجية ممكن يكون لك تواصل مع اشخاص الجانب او خارج البلاد او اهتمام بمسألة علمية او فلسفية دينية امور الها علاقة بالبحث العلمي او امور الها علاقة بالدراسة اهم شي اذا كان عندك امتحان او مقابلة حاول انك تستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا نقدر نحكي على بيت السمعة في ما فيها اي مخاطر وعلى مستوى العمل برضو انت مسيطر على الامور ولكن زي ما حكينا حاول انك تنتبه بانجاز بعض الاعمال وما تدخل باي خلاف او نقاش او حوار حاد ما بينك وبين احد زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تشارك في مناسبة معينة فممكن تسعد بلقاء الاصدقاء او بتواصل مع بعض الاصدقاء او عمل مشترك او اهتمام مشترك ما بينك وبين احد المعارف اما بالنسبة لبيتك المتاعب بيت المتاعب ما فيه اي مشاكل يعني الاجواء طبيعية ولكن امور العمل ممكن يتراكم عندك عمل معين او تظهر مشكلة معينة في عمل بتقدر تحلها اهم اي شي برضو ما تتوسوس من الوضع الصحي وممكن تحملك نوع من انواع القلق على احد الاحبة برج الجدي طبعا القمر الان مقابلكم تماما فهو بدعم امور وبضغط على امور طاقتكم بالفترة هاي بتكون ضعيفة برضو عرضة للتعب او للاجهاد او لتعب صحي مثلا او ظهور اشياء ممكن تسبب لك نوع من انواع الاحباط او تبقى داخل في مرحلة شبيهة بمرحلة الاكتئاب ممكن انه شوي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية اذا انت تحركت او اختلطت بالمجتمع او حاولت انك تبعد عن الضغوطات قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا يعني روتينية على المستوى المالي في بعض الاهتمامات اللي الها علاقة بوضع مالي معين ممكن تهتم بمصاريف او دفعات او التزامات او بعض المسائل المالية الطارئة اللي تكون ظهر على الساحة بدها بعض الاهتمام فقط لا غير حاول انك بس تقلل من مصاريفة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى تنقلاتك حواراتك واتصالاتك ممكن تحقق بعض الانجازات الجيدة خلال هذا اليوم وممكن بعضك يكون له تعامل او اهتمام بمسألة بتتعلق باخ او بجار او بمسألة الها علاقة بالسيارة اللي عنده امتحان او عنده مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد ما يرتجل وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع هنا ما زالت الاجواء ضاغطة على مستوى البيت وهي بتسبب لك بعض التوترات او تقلبات بالمزاج ممكن خلاف نقاش حوار مخالفتك بالرأي ممكن ظهور مسألة شوي هيك تكون حساسة ممكن اعطال منزلية تطلب منك نوع من انواع الاهتمام او مصاريف بيتية او عائلية تكون شوي مربكة او مقلقة يعني في مسألة بيتية او عائلية شوي فيها نوع من انواع الاهتمام للزيادة او القلق للزيادة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فممكن اليوم يظهر خلاف مفاجئ ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين الاحبة ممكن هذا الخلاف يكون سلبي او حاد الطباع او مزاجك متجهم او متقلب بالمزاج متجهم يعني انكشر هيك او تكون عشان محدش يسألني يقولي اكتب لي بالعربي شوي يعني بتاع الكلمات انا متعود يعني احكي لغة عربية فصحة يعني مني اللي انا بحكي لغة عامية فعشان هيك بتكون تتحملوني ببعض الكلمات اللي بتفلت سهوا هيك حاولوا برضو ما تحتدوا اثناء تعاملكم مع زميل او مع حبيب او مع احد الابناء ممكن خلاف او نقاش زي ما حكينا يكون حاد شوي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها يعني في بعض الضغوطات على مستوى العمل ممكن ترتبك من عمل معين ممكن تنضغط بسبب عمل معين ممكن ما تمشي الامور مثل ما بدك حاول انك تكرر المحاولة تمشي معك الامور وبرضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فبتنهمكوا في مسائل اله علاقة بموضوع الشراكة شراكة مالية عاطفية ما بينكوا بين الازواج اهم شي انه ما تهملوا الازواج او اهتمامكم بازواجكم خلال هذا اليوم ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل او العاطفة هاي فترة متوترة ممكن تتورط في ازم ما ممكن تضطر للابطاء بمسار لبعض الامور او الخطوات او تغيير نمط معين ما توجه انتقاد لاحدهم بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء داعمي على بعض المسائل اللي الها علاقة بامور تتعلق بالاموال المشتركة فممكن تظهر مسألة او تحل مسألة العلاقة ببنك او ضريبة او تأمين او سداد بعض الاموال اللي الي اليك او بعض المستردات اللي ممكن تحصلها او تحصل عليها خلال الفترة هاي حاول انك تنشط فيها وحاول انك ما تغامر بمشاريع جديد قبل ما يصل القمر لمكان حليف لا اليك اللي هو مثلا نقول برج العذراء اما بالنسبة لبيتك التاسع فهون ممكن يكون لك بعض الاهتمامات باشخاص خارج البلاد او اجانب او مسألة العلاقة بالتعليم او امتحانات او دراسة لموضوع معين او مؤتمر او دورة معينة عندك رغبة انك تشارك فيها فممكن تنجز بشكل جيد ولكن اذا كان عندك امتحان حاول انك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة ما فيه اي خلاف عليه وضعك امن فعشان هيك ممكن تنجز بعض الامور بالتعاون مع زميل او مع رئيسك بالعمل وممكن تنشط ببعض العلاقات اما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او احتفال او مباركة بسبب محدث معين يعني فيه اهتمام اجتماعي عالي اما بالنسبة لبيتك 12 فمقول لك دير بالك من بعض التقلبات الصحية او الاحداث اللي ممكن تظهر على مكان العمل فعشان هيك ما تهمل عملك وما تهمل صحتك بالمقابل ممكن شوي تتوتر على صحة احد الاحبة برج الدلو طبعا القمر اتحرك الان وصار موجود في البيت السادس عندكم فعشان هيك شوي الاوضاع تفقد حديتها او الايجابية اللي كانت بالايام الماضية القمر صار يتحرك بالمقابل لالكم فعشان هيك بتشعر شوي نوع من انواع التوتر او العصبية او الحدية او التقلب بالمزاج بتشعر انك مش مرتاح او فيه اشياء بتصير عندك يعني كأنه اشياء مفاجئة كأنه تتسارع الاحداث بسرعة رهيبة جدا فعشان هيك شوي بتكون مرتبك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني تحمل بعض الاشياء اللي الها علاقة يعني بالوضع المالي فممكن تحقق بعض المكاسب او تحل موضوع معين او يجيك دعم معين او تحصل اموال لا اليك يعني حاول انك برضو تقلل من مصاريفك ورتب اوضاعك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث يعني ضاغط الامور على مستوى الحوارات والاتصالات فمازال الاجواء فيها نوع من انواع العصبية او الحدية او الانزعاج حاول قدر الامكان ما تعصب ما تحتد ما تجادل ما تناقش يعني حاول الامور تمشي على طبيعتها يعني ابعد عن الخلافات قدر الامكان برضو اثناء قياتك لسيارة انتبه واثناء تعاملك مع اخ او جور حاول تضبط عصابك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت يعني فيها بعض الايجابيات اليوم ممكن تقارب او تلاقي ما بينك وبين احد افراد العائلة او تهتم بمسألة عائلية او انجاز بعض الامور البيتية زي مشتريات او ترتيبات تصليحات ترميم او دفع اجار مثلا او اهتمام باجار لشيء معين او تغيير ديكور او يعني فيه اهتمام او جمع عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بنقولك الاجواء يعني بتحمل نوع من انواع الاشياء العاطفية اللي بتكون لسه يعني الاجواء العاطفية مسيطرة عليك او قلق على حبيب او على احد الاحبة اهم اشي انه ما تدخل بخلاف او جدال او نقاش مع احد الاحبة او المقربين او الابناء او الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء زي ما حكينا انه القمر صار موجود في هذا البيت فبيتركز او تتركز اموركم كلها على امور العمل فممكن يتراكم عمل عندكم حاول انجاز ما بوسعك دون اهمال صحتك ما تدخل في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير الاولويات اذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر لعملك تفادي لأي تخيير في العمل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى علاقتك ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج طالما انت بعيد عن النقاشات والجدالات ممكن انت بتتهرب من بعض اللقاءات او من بعض المواضيع ولكن اجمالا الاجواء يعني مساعدي لنوع من انواع الحوار او حاول انه ما تدخل بجدالات بس اما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة خلال هذا اليوم ممكن تحقق دعم او تناقش عقد او تناقش موضوع تمويلي او ممكن سداد بعض الاموال ليلك او الطالب بدين ليلك او انت تدعم شخص او شخص يدعمك ولكن حاول قدر الامكان انك تركز على اموالك من السرقة والضياع اما بالنسبة للبيت التاسع يعني الاجواء تقريبا ايجابية على مستوى التعامل مع اشخاص اجانب او خارج البلاد ممكن تنجط في مسألة علمية او نقاش حوار سياسي تقافي ولكن اهم اشي انه اذا كان عندك امتحان تركز بشكل جيد وبرضو ما تندفع وما تتهور وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة ما في اي شيء بخوف برضو اللي عنده رغبة للتقديم لعمل معين اليوم مناسب وبيدعمك بشكل قوي وبرضو عندك قابلية لاستغلال بعض الاصدقاء او المعارف لدعمك بمسألة معينة او واسطة مثلا وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تسعد بلقاء معين او بخبر او اشي بيتجمع ما بينك وبين بعض المعارف او الاصدقاء او لقاءات اجتماعية او يعني اشياء هيك بتدعم العلاقات الاجتماعيين ذاك بشكل قوي اهم مش انك تبعد عن التحسس وردات الفعل وما تتدخل في شؤون غيرك اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الاجواء ضاغطة بتسبب بعض الارباك على العمل عشان هيقلنا انه ممكن يتراكم عندك عمل معين او تنضغط بعمل معين او تظهر مشكلة على مكان العمل حاول انك ترتبها وتنجزها وما تخليها تتراكم او تتأجل برضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ان شاء الله انه ما بكون في شيء وبتمشي الامور بشكل جيد وممكن تحملك نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة في هاي الفترة او اهتمام بصحة احد الاحبة او زيارته برج الحوت طبعا الاجواء داعمة بشكل قوي جدا بالنسبة للك اليوم نفسيتك احسن رغبتك اليوم جياشي عاطفيا ونفسيا برضو عندك رغبة للتحرك في كثير من الاشياء ممكن اليوم حتى انه تشوف انه الحظ حليفك في بعض المسائل او يدعمك في بعض المسائل او ممكن موضوع له علاقة بفرحة او خبر سار بتعلق فيك او باللي حواليك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي هي بس العقبة انه انت هسا في عندك نوع من انواع القلق على مستوى مالي او على وضع مالي معين او على مبلغ مالي معين او على دين معين يعني ايشي له علاقة في المال بسبب لك نوع من انواع القلق او التوتر حاول انك تبعد عن المصاريف الزائد بس حاول انك تهتم بحالك الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف الطارئة او القلق المالي على مسألة معينة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا اليوم ممكن تحدث لك مفاجأة او مشوار او علاقة معينة تيجي بشكل مفاجئ ممكن تواصل او اتصال او خبر مثلا او امتحان مثلا او تنحط بموقف بشكل مفاجئ عشان يمتحن جاهزيتك فعشان هيك بدك تكون جاهز اذا كان في امتحان او مقابلة معني الافضل انك تستعد ممكن يكون لك رغبة في امور الها علاقة بسيارة او الها علاقة في اخ او جار ولكن بدك تحذر اثناء تنقلاتك من بعض المفاجئات ومن بعض الحوارات اما بالنسبة للبيت الرابع فتقريبا الاجواء منقدر نحكي انها جيدة وداعمة على مستوى البيت ممكن يكون فيه نشاط عائلي او لقاء عائلي او حوار عائلي على مسألة معينة ممكن تحلوا مسألة كان صعب انها تنحل بالفترة الماضية او تتناقشوا في مسألة حاول انك تبعد عن الحدية يعني ما تستاء من فضول او تدخل بعض الاشخاص او نقاش بعض الاشخاص او كلام بعض الاشخاص اشحن حالك بطاقة ايجابية وابعد عن اي شيء ممكن يوترك ممكن تظهر بعض المسائل العائلية او البيتية المفاجئة خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم هاي الفترة بتقدم لك فرصة مناسبة للحصول على تسوية وكذلك على امور العلاقة بالتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الامور ايضا جيد جدا يعني هاي الفترة ايجابية اما بالنسبة للبيت السادس فهنا يعني الاجواء حتى على مستوى العمل تحمل لك نوع من انواع المفاجئات فممكن ان تقدم على عمل او تنقبل بعمل ما او تجيك ترقية مثلا ولكن اهم شي انك ما تخلي اعمالك تتراكم ما تهمل بعملك انجز اعمالك على اكمل وجه وبرضو ما تتسرع في بعض الاعمال تقول والله خلاص هيك بمشي الحال لا حاول انك تكون مكمل كل شيء للاخر حاول برضو انك تراقب وضعك الصحي ما تهمله واي شيء له علاقة بمراجعات او بمساعدات طبية حاول انك انت اديه على اكمل وجه ولكن برضو يعني الفترة هاي ايجابية بتساعدك في بعض الامور وممكن انها تكون يعني اللي صالحك في بعض المسائل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة فيها نوع من انواع الايجابية وبتساعدك في بعض المسائل بشكل قوي جدا ممكن تحل مسألة كان صعب انك تحلها بالفترة الماضية وبرضو ممكن تهتم ببعض المسائل اللي تساعدك وتنشي لك من ظرف معين وخصوصا اثناء تعاملك مع الشريك او تعاملك مع الزوج او الزوجة وتعمل نوع من انواع التقارب الجيد اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا يعني ممكن تظهر لك بعض المسائل اللي لها علاقة بالاموال المشتركة او مطالبات مالية او مصاريف زيادة على وضع الو علاقة اما بواحد افراد العائلة او احد المقربين او يعني اشياء لها علاقة بالعلاج او مصاريف اضطراري اهمش اذا عرض عليك عقد او عرض معين مالي ادرسه بشكل جيد ناقشه بشكل جيد وما تتهور يعني في التوقيع عليه بدون مراجعته بالكامل ومراجعة حيثياته اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها روتينية على مستوى اتصلاتك الخارجي وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد او على مستوى امور الامتحانات ولكن اذا كان في امتحان او مقابلة حاول تستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما فيها اي مشاكل بالعكس بالدعم من سمعتك وعلاقاتك وممكن تستغل علاقة انها تساعدك في مسألة معينة او تدعمك في مسألة معينة بالفترة بس حاول انك تبعد عن النقاشات الحدي ما بينك وبين زملائك او رؤساتك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او حوار او تواصل ايجابي ما بينك وبين بعض الاشخاص ولكن ممكن يطلع بعض الكلام يزعجك او يسبب لك نوع من انواع التوتر من صديق او فضول شخص بيحب انه يدخل ويحشر حاله في مسار حياتك اما بالنسبة لبيتك 12 ما فيه اي مشاكل اجواء جيدة جدا فهي بتساعدك على انجاز بعض الاعمال وبرضو مراقبة صحتك بوضع جيد وممكن اليوم بس تهتم بصحة احد الاحبة او تتطمن من مسألة صحية معينة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء